عزائي طلاب الثالث الإعدادي درسنا اليوم على الفضائية التربوية عنوانه الجذر التربيعي الموجب لعدد موجب وكيفية استخدام خواص الجزور في إيجاد جذر تربيعي الجذر التربيعي الموجب لعدد موجب تعريف الجذر التربيعي الموجب لعدد موجب A هو عدد مربعه A في حالة A أكبر من الصفر يكون للعدد A جذران تربيعيان أحدهما موجب جذر A والآخر سالب هو سالب جذر A أما في حالة A يساوي الصفر فإن جذر الصفر هو صفر خواص الجذور التربيعية الخاصة الأولى أي أن كان العدد الموجب A فإن جذر الـ A على قوس تربيع هو A مثال جذر الـ 6 على قوس تربيع هو 6 الخاصة الثانية أي أن كان العدد الموجب A فإن جذر الـ A مربع هو A مثال الجذر التربيعي لـ 3 أس 2 هو العدد 3 الخاصة الثانية الخاصة الثانية الخاصة الرابعة إذا كان A وB عددين موجبين فإن جذر A على B يساوي جذر الـ A على جذر الـ B مثال جذر 0.16 يساوي تحت الجذر 16 على 100 ويساوي جذر الـ 16 على جذر الـ 100 ونعلم أن جذر الـ 16 هو 4 وجذر الـ 100 هو 10 فيصبح لدينا 4 على 10 ويساوي 0.4 الخاصة الثانية هو يساوي إلى جذر الـ 25 ويساوي 5 أما جذر الـ 16 زائد جذر التسعة فجذر الـ 16 هو 4 وجذر التسعة هو 3 ويساوي المجموع 7 إذن جذر مجموع عددين لا يساوي جذر الأول زائد جذر الثاني الخاصة السادسة وهي جذر A قوة N ويساوي إلى A قوة N على 2 حيث N عدد صحيح مثال جذر الـ 1024 الـ 1024 بالتحليل تصبح 2 أس 10 فيصبح لدينا جذر التربيعي لـ 2 أس 10 ويساوي 2 أس 5 كيف نكتب العدد جذر السي بالصيغة A جذر B مثال أوجد جذر التربيعي للعدد 45 إذن جذر الـ 45 نبحث عن عددين جداؤهما 45 وأحدهما يكون له جذر تربيعي نعلم أن الـ 45 هي 9 ضرب 5 فيصبح لدينا جذر الـ 45 هو جذر 9 ضرب 5 ويساوي إلى جذر التسعة ضرب جذر الخمسة ويساوي إلى 3 جذر الخمسة اكتب العدد 6 جذر الـ 2 بالصيغة جذر السي نستعمل الخاصة A يساوي جذر لـ A مربع أي 6 جذر 2 يساوي إلى 6 هو جذر العدد 36 فيصبح لدينا جذر 36 ضرب جذر 2 ويساوي إلى تحت الجذر 36 ضرب 2 ويساوي إلى جذر 72 اكتب العدد 3 على جذر الخمسة بصيغة كسر مقامه عدد صحيح لإذالة الجذر من المقام نضرب البسط والمقام بالجذر يصبح لدينا 3 على جذر الخمسة يساوي 3 ضرب جذر الخمسة على جذر الخمسة ضرب جذر الخمسة ويساوي إلى 3 جذر الخمسة على خمسة اختزل المقدار A يساوي 3 جذر لـ 32 نائز جذر الخمسين 3 جذر لـ 32 نائز جذر الخمسين العدد 32 هو جداء العددين 16 ضرب 2 فيصبح لدينا 3 جذر 16 ضرب جذر 2 والعدد خمسين هو جداء 25 ضرب 2 فيصبح لدينا إذن 3 جذر 16 ضرب جذر الـ 2 نائز جذر 25 ضرب جذر الـ 2 ويصبح لدينا 3 ضرب 4 جذر 2 نائز 5 جذر الـ 2 ويساوي 12 جذر الـ 2 نائز 5 جذر الـ 2 ويساوي 7 جذر الـ 2 اختزل المقدار 5 ناقص 2 جزر 3 ضرب 2 زائد جزر 3 هنا نستخدم خاصة النشر التي مرت معنا في الصف الثامن A زائد B ب C زائد D يصبح لدينا 10 زائد 5 جزر 3 ناقص 4 جزر 3 ناقص 2 ضرب 3 ويساوي إلى 10 ناقص 6 زائد جزر 3 ويساوي إلى 4 زائد جزر 3 عزيز الطالب بإمكانك باستعمال خواص الجزر التربيعي أن تبسط كل مما يأتي جزر 12 جزر 18 جزر 32 جزر 48 على أن تلاحظ أن 12 هي 3 ضرب 4 18 2 ضرب 9 32 32 2 ضرب 16 48 هو 3 ضرب 16 عزيزي طلاب الثالث الأداد هذا ما لدينا شكرا لكم وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة